كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة الثلاثين من يونيو هي لحظة فارقة في تاريخ الوطن اختار فيها المصريون المستقبل الذي يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم واختاروا الدولة المدنية الحديثة بهويتها المصرية الوطنية المتسامحة والمنفتحة إلى العالم وأوضح الرئيس السيسي أن المصريين أعلنوا في تلك اللحظة للعالم أجمع أن هدوءهم لم يكن إلا قوة وصبرهم لم يكن إلا صلابة وتسامحهم لم يكن إلا حكمة متصالحة مع الزمن إن ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن الغالي لحظة اختار فيها المصريون المستقبل الذي يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم اختاروا فيها الدولة المدنية الحديثة بهويتها المصرية الوطنية المتسامحة والمنفتحة على العالم لحظة أعلن فيها المصريون للعالم أجمع أن هدوءهم لم يكن إلا قوة وصبرهم لم يكن إلا صلابة وتسامحهم لم يكن إلا حكمة متصالحة مع الزمن